تكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم في حفل تسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا البعلومات والاتصال في مجال التعليم والذي نظمته وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بمقر المنظمة في باريس وقد قام سعادة الوزير بتسليم الجوائز للدول الفائزة خلال الدورة الرابعة عشرة للعام 2022 بحضور سعادة السيدة ستيفاني جيانيني المدير العام المساعد لقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو وعدد من كبار المسؤولين بالمنظمة ومسؤولي وزارات التربية والتعليم من مختلف دول العالم وفي كلمتها التي ألقتها في بداية الحفل أشادت سعادة سيدة ستيفاني جيانيني مساعدة المدير العام لقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو بالجائزة واستمراريتها والسمعة التي حققتها طوال نسخها الأربع العشرة الماضية مثنية على دعم مملكة البحرين للجائزة واهتمامها الكبير بها ثم ألقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم كلمة مملكة البحرين نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتهانيهما إلى مسؤولي منظمة اليونسكو ولجنة تحكيم الجائزة ومسؤوليها والفائزين بها والجمهور كما هنأ سعادة الوزير في كلمته الفائزين بالجائزة الذين تم اختيارهم من بين 95 ترشيحا من 56 دولة من جميع أنحاء العالم وأكد الوزير دعم مملكة البحرين الثابت لبرامج اليونسكو ودراساتها مشيدا بما تبدله سعادة السيدة أودري أزولاي المدير العام للمنظمة من جهود لتعزيز التراث الثقافي الإنساني ومساعيها لضمان حصول كل طفل على تعليم جيد معلنا عن اعتزاز المملكة بشراكتها المميزة مع المنظمة عبر سنوات طويلة والتي أثمرت عن إطلاق جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم وتدشين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له بعدها تم عرض فيلم من إعداد وزارة التربية والتعليم عن التعليم في مملكة البحرين وجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم ثم قدم أعضاء فرقة الأوركسترا الطلابية في مملكة البحرين مقطوعات موسيقية محلية وعالمية ثم قام سعادة وزير التربية والتعليم ومساعدة المدير العام لقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو بتسليم الجائزة للفائزين بدورتها الرابعة عشرة التي تم تخصيصها للمبادرات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي للابتكار في التعليم والتدريب والتعلم حيث تسلم الجائزة سيد نيال كولينز وزير التعليم العالي والمستمر والدكتور روز وودز المدير الأول للمنتدى الوطني لتعزيز التعليم والتعلم في هيئة التعليم العالي بجمهورية إيرلندا ومشروع مركز الموارد الوطنية الذي يديره المنتدى فيما تسلم الجائزة أيضا سعادة سيد جيتشين نائب وزير التعليم بجمهورية الصين الشعبية وسيدة ليبينغ المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التعليم عن مشروع التعليم الذكي في الصين المقدم من المركز وألقى السيد نيال كولينز وزير التعليم العالي والمستمر بجمهورية إيرلندا كلمة أشاد فيها باهتمام مملكة البحرين بتخصيص جائزة في هذا المجال التربوي المتطور وحرصها على استمرارها فيما ألقت سيدة ليبينغ المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التعليم بجمهورية الصين الشعبية كلمة أثنت فيها على الجائزة وأهدافها والموضوعات التي تطرحها في كل دورة وشكرت مملكة البحرين على دعمها ورعايتها لهذه الجائزة ترجمة نانسي قنقر